سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وسعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم والدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد إن توقيع البرنامج التنفيذي يعكس عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين مشيرا سموه إلى أن العلاقات البحرينية الفرنسية تعد نموذجا يحتذا به في التعاون الثنائي المبني على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تحقيق التنمية والازدهار لشعبي البلدين وأكد سموه أن البرنامج التنفيذي يأتي تتويجا لمسيرة طويلة من العمل المشترك في مختلف المجالات حيث يسهم في تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والصحة التي تشكل أساسا قويا لبناء جسور التفاهم وتعزيز القيم المشتركة لافتا سموه إلى أن هذا البرنامج التنفيذي يؤكد الالتزام بتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الأهداف المشتركة وتنفيذ مشاريع وبرامج تخدم مصالح البلدين وضف سموه نتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك من خلال هذا البرنامج التي ستسهم بلا شك في فتح أفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات وتعزز من مكانة العلاقات البحرينية الفرنسية كأنموذج للتعاون الثنائي المثمر الرياضة من أهم أوجه التعاون بين فرنسا والبحرين ونحن نتشرف اليوم بالترحيب بسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور حفل الاستقبال هذا والذي له هدفين الأول هو الاحتفال بنجاحات البحرين خلال مشاركتها في الأولمبياد والبرالمبية باريس 2024 حيث تفوقت البحرين ونحن سعداء بالترحيب أيضا بالفائزين في هذا الاحتفال أما ثانيا فقد شهدنا توقيع اتفاقية شراكة مع سمو الشيخ خالد لتعزيز وتنمية التعاون بين فرنسا والبحرين في العديد من المجالات الرياضية ولهذا كان اليوم مهما جدا بفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر